الخوف شعور بشري طبيعي بل وضروري المشكلة لما الخوف يزيد عن الحد المعقول والمقبول طبيعي انك تكون خايف قبل الامتحان بيوم واثنين واسبوع لكن لو خايف قبليها بشهر ده مش شعور طبيعي ومنطقي طب والحل ايه؟ الحل اللي يكون عندك درجة من الثقة تخلي خوفك في الحد المقبول والمعقول عارفين زي ايه؟ عارف الناس اللي بتروح الملاهي وتركب قطار الموت اللي بيسموه قطار الموت ازاي بيبقى عندهم حالة من المتعة الشديدة رغم انه هو مخيف جدا لانهم عندهم ضمان دللي صمم الملاهي ازاي بيروحوا بيط الرعب وما يكونوش خايفين رغم انه هو مرعب جدا لانهم عندهم ضمان ساعتها يتحول الخوف لنوع من الإثارة والمتعة عكس الخوف تماما الحل ايه؟ الحل انك تعمل ثلاث حاجات عندك حد بتستشيره عشان تبقى مطمئن انه خوفك طبيعي مش مبالغ فيه وتطمئن انه حجم الخوف ده منطقي اتنين انه يبقى عندك ثقة في النفس ثلاثة محتاج تتوكل على الله لانه هو الضامن الوحيد اللي يحميك في الدنيا دي اكتر من كل الناس قول توكلت على الله تكون اقوى الناس بسم الله الرحمن الرحيم اهلا يا شباب ازيكم اهلا جاهزين؟ خلصنا منزلة اليقين وفات سبعة ايام في رمضان والنهاردة فات ربع رمضان والنهاردة نبدأ منزلة التوكل على الله ومنزلة التوكل على الله النهاردة الحلقة اللي حنبدأها فيها بتكلم عن الخوف كل ما هو مستقبلي بيحطك قدام احتمالين ما لهمش تالت كل ما هو مجهول خايف من بكرة ولا متوكل على الله بصوا طول ما انت بتتحرك في الحياة عندك مفارق طرقة اه الدراسة مفارق طرقة وبعدين اه هتخرج هشتغل فين مفارق طرقة وبعدين هجاوز مين دشريك حياة هالعمر كله مفارق طرقة وبعدين ولادي ومستقبل ولادي مفارق طرقة وبعدين حغير الكارير ولا هكمل في الكارير بتاعي مفارق طرقة وبعدين رزقي واقف هتنقل ولا هكامل طول ما انت ماشي مفارق طرقة كل ما فيه كلمة بكرة كل ما فيه كلمة مستقبل معناها غموض القدر يا طرق تتعامل ازاي مع غموض القدر ما عندكش غير اختيارين ما الهمش تالت اما الخوف من المستقبل وإما التوكل على الله والأمل في الله وعلم النفس الإيجابي بيقولك الحكاية دي كل ما هو مستقبلي عقلك الباطن بيفكر في احتمالات نص الاحتمالات دي خوف ونص الاحتمالات دي رجاء ده كلام علمي ده ساينس أول ما بتتحطه قدام احتمالات يبدأ عقلك الباطن ينبض تختار إيه ويبدأ يحط احتمالات مخاوف كذا مخاوف كذا أمل كذا أمل كذا ويبدأ عقلك يقوم ساحب اختيار ويبدأ يبني عليه حركته في الحياة فتندمغ شخصيتك بالاختيار اللي انت اختارته ساعة احتمالات خوف ولا أمل خوف ولا توكل ده علميا وبيقولك شخصيات الناس بتبقى بناء على إيه على الاختيار اللي اختاروه من الأول في الاحتمالات اللي قدام العقل الباطن في مخاوف المستقبل انت تختار إيه؟ قاعدة النهاردة بتقول المعنى ده غموض القدر يضعك بين احتمالين لا ثالثة لهم إما أن تستسلم لخوفك أو تفعل التوكل على الله حتى يتلاشى الخوف أو يبقى في الحد الأدنى الذي تستطيع تحمله انت ما عندكش غير اختيارين لحقيقة قدامه غموض القدر وهو الحقيقة ربنا جمع لنا فكرة غموض القدر في خمس حاجات هي مفاتيح الغيب لا يعملها مها إلا الله مفاتيح الغيب خمسة مكونات الغيب بتاعك خمسة قدرك مكون من خمس غيبيات هم اللي بيلخصوا قدرك يا جمعهم لنا ربنا في آية واحدة في سورة لقمان القاة بتقول إيه؟ القاة بتقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة ما حدش يعرف يوم القيامة إمتى ده من غموض القدر اتنين وينزل الغيث مش بيتكلم على نزول المطر بس طيما الأرصاد بتعرف إمتى المطر حينزل والمطر ده حينتج زرع فين ورزق فين لمين ينتج عنه أرزق شكلها إيه موضوع لا ينتهي ويعلم ما في الأرحام إنتوا أخركوا تعرفوا الصنار في إيه لكن يعلم ما في الأرحام رزقوا إيه وأجلوا إيه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء حيطلع لون عينيه إيه وأبيض والسود وطويل والله كل التفاصيل كل التفاصيل كل التفاصيل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام أربعة وما تدري نفس ماذا تكسبه غدا يا طرى يا طرى فلوس بكرة شكلها إيه يا طرى حنكسب كام إمتى وما تدري نفس بأي أرض تموت يا طرى إمتى وفين حموت خمس حاجات هي قدرك مكونات قدرك خباه ربنا عنك كي إن ربنا بيقول لنا إيه يا عبادي هذا قدركم بين يدي وأنا أرحم الراحمين فأيهما تختاروا الخوف أم التوكل علي فكرة غموض القدر والخمسة دول عشان تحطك قدام سؤال آخر علم النفس اللي أنا قلته من شوية وعلماء النفس هم آخرهم بيقولوا لك إيه آخرهم بيقولوا لك إن أنت عقلك هيختار احتمال إنما ربنا بيقولك اللي بعد كده اللي هو إيه اللي أعظم من كده بكتير أنا أرحم الراحمين وقدرك كل بيدي وغموض القدر اللي أنت خايف منه بإيدي وأنت 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 تعلم أني أنا الغفور الرحيم تفتكر قدري فيك يخليك تخاف ولا تتوكل على الله شوفوا الاختيار على فكرة كل يوم الصبح إنت بين الاختيارين دول بصوا يا معا أنا عايش بكلمة التوكل وردلية أنا مقدرش عايش من غير توكل والله العظيم أخاف عايش من غير توكل عشان كده هو بيقول إن الله هيحب وعشان كده بيقول وعلى الله فليتوكل المتوكلوا أنا إنت واخدين بالكو طول ما إحنا جايين البرنامج ده إحنا وكل الفريق اللي معنا إحنا كل خطرة بنقول كل ما تتوكلنا على الله وبنقلها من قلوبنا مش أنا بس كلنا يا جماعة أصحنا جايين نعمل برنامج رمضان توكلنا على الله حسبنا الله ونام الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته وهو رب العرش العظيم يا وكيل توكلته عليك يا وكيل توكلته عليك يحصل إيه؟ يبدأ عقلك يختار ويروح على اختيار التوكل لأنك من كتر ما عملت غرس التوكل وعملت أقلي الخوف وعملت أقلي الخوف حتى يتلاشى الخوف أو يبقى في الحدن الأدنى الذي تستطيع تحبله فربنا حاطت قدامك خمس حاجات من غموض القدر وبيقول لك يا عبدي أتطمئن إلي وتتوكل أم تخاف من المجهول الغامض الذي هو بين يدي معنى يخليك تعيش بكلمة أنا متوكل يا رب أنا ليش غيرك أنا متوكل وبعدين ربنا يقوم جميع لك الخمسة في أي واحدة وعنده مفاتح وغيب لا يعلمها إلا هو شوفوا كلمة هو بس وشوفوا كلمة وعنده تروح لغيو ليه خايف من إيه وهي عنده احمد ربنا أنها عنده وبعدين كلمة ما قالش ومفاتح الغيب عنده لأ وعنده لأن لو قال مفاتح الغيب عنده يبقى عنده وعند غيو لكن وعنده هو بس مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ها يقين ولا ولا توكل ولا خايف لا يعلمها إلا هو بص بقية الآية ويعلم ما في البر لا بسم إلا في كتاب مبين ليه يا رب بتضرب لنا المثل دا وبتقول لنا التفصيل دي إذا كان حتة ورقة وحتة رملة مكتوبة في كتاب مبين خايفة على مستقبلك وهو مكتوب عندي وأنا أرحم ورحمتك دي الورقة الورقة ورملة مكتوبة مكتوبة أنها حتتحرر من اليمين للشمال فوقها المحيط مكتوبة في كتاب المبين كلمة في حاجة بتضحرك لوحدها وإنتي الآن على بكرة فين التوكل؟ فين كلمة توكلت على الله مالية قلبك قول لي بقى إيه اللي مخوافك من بكرة؟ احكي لي بقى يلا قول يا سيدي هات كل اللي عندك اديني أصعب حاجات خير فيها من بكرة يا أمي فين التوكل؟ ده التوكل ده لازم يبقى لازق في حياتك والله العظيم التوكل ده لازم يبقى لازق في حياتك يعني يومك لأ مش لازق في حياتك يوم بيوم أنا متوكل على الله أنا متوكل على الله أنا متوكل على الله وعلى فكرة يا جماعة غموض القدر ده سر حلوة الدنيا انت متخيلين لو الخمسة احنا عارفينهم؟ لأ انت عادم تخيل العكس عشان تشوفوا أنه دي كمان من رحمة ربنا يعني تخيل لو انت عارف الخمسة يعني ايه عارف الخمسة؟ يعني تخيل زي ما مكتوب في الباسبور وفي البطاقة تاريخ ميلادك مكتوب تاريخ وفاتك مرعبة 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 انت مش هتعرف تعيش ويا طرى الناس هتتعامل معك ازاي؟ لأ انت ممكن تتخيل لغاية ما تتجنن لو مكتوب تاريخ وفاتك بس انت عايز تعرف؟ انت زعلق من غموض القدر؟ طب شوف لو كان طب هتكسب مليون دولار السنة الجاية تشتغل السنة دي ولا تنام في بيتك بس دي حاجة حويس؟ ولما يرفضكم الشغل تعمل فيهم ايه؟ بيكون نتيجة ايه؟ حياتك بازد طب ولو انت عارف ان مكتوب ان مفيش مليم حيدخل جيبك إلا بعد خمس سنين من دلوقتي يحصل لك ايه في الخمس سنين دلوقتي؟ انت زعلق من غموض القدر؟ ده هو سر حلوة الدنيا وكمان بيقول لك مكتوب عندي انت مطمئن لي ولا لأ؟ طب ما تتوكل علي وبقى أنا مسؤول عنك؟ يا ربي يا رب يا رب ده انت الدنيا شكلها صعبة وانت مسهلها قوي بس مدينا حاجات مش عايزين نمسكها بس ما هتتوكل على الله؟ احنا في أول منزلت التوكل على الله امت تتوكل على الله؟ لو مش هتتوكل عليه في رمضان وانت في أقرب لحظات؟ امت تتعلم التوكل وتعيش بيه؟ بقيت حياة والله يا جماعة أنا ما كنت عايش بيه أنا دلوقتي بقيت عايش بيه والسبب اننا النبي علمنا أسكار وحاجات نقولها كل يوم الصبح انا بقيت ماسك فيها من قال حين يصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم كفاه الله وهمه في ذلك اليوم كل مجهول النهار ده انا خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله خالت له الملائكة هديتا وكفيتا ووقيت كل المجهول ما هو كل المجهول مخلوق بخلصان في الده انت مجنون؟ انت بتخرج من بيتك من غير ما تتوكل على الله؟ انت كده بتخبط في الحياة؟ تحضر نيتك من غير ما تتوكل على الله؟ تصور برنامج أو تفتح شغل من غير ما تتوكل على الله؟ تبدأ عملية شغل جديدة من غير ما تتوكل على الله؟ انت ايه ده ده؟ تتجوزي من غير ما تتوكل؟ إنت عايش إزا إيه يا ابني ده؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتحل معضلة صعبة؟ الدنيا صعبة ليه بتحلها ووحدك ما تدخل ربنا معاك يبقى هو وكيلك والقدر والغموض والقدر كله عنده وبعدين خلي بالكم لو القدر مش غامض مفيش معنى للتوكل لو أنت عارف كل حاجة تتوكل فين اليقين أصلا كل معاني ومنازل الروح تسقط تسلم ليه؟ خلاص ما معرف كل حاجة التوكل ما يشتغلش إلا في ظل غموض القدر وكأن الله طورة تعالى يقول يا عبادي سأنزع استقرار معلومتكم عن المستقبل لتثبتوا توكلكم علي في المستقبل هخلي القدر غامض في واحد اسمه كارل روجوس الرجل ده عالم نفس قال فكرة عجيبة جدا قال لك كل كل ما غموض القدر موجود كل ما خوفك يزيد التوتر والقلق يتضعف وكل ما الخوف يقل التوتر والقلم يقل قامت جاية بنت من صفراء الإحسان من اللي بيشتغلوا معايا اسمها ياسمين بن جبارة موجودة معناهم وقال لك إحنا ممكن نحولها لمعادلة يعني هو كارل روجر صاحب الفكرة لكن اللي حولها المعادلة ياسمين بن جبارة من المغرب وقامت عملالي هي اللي عملت دي فأنا بس بقول عشان حقول الملكية التوتر والقلق يساوي ايه غموض القدر أو غموض الحياة مضروف في درجة خوفك ماشي فتعالوا غموض القدر سابق هو عشرة يعني تعالوا نفترض انه عشرة يونتس عشر وحدات علينا جميعا ما هو غموض القدر علينا جميعا تعالوا نقول انه هو عشرة وحدات طيب هنضرب في كم درجة خوفك كل تعالوا نقول ان درجة خوفك مية نتيجة ان توكلك قليل فحتبقى درجة توترك ألف حد فاهم طيب هي هي العشرة هي هي العشرة بتاعت غموض القدر طيب هنضرب درجة خوفك بدل مية لان توكلك عالي مش هحط صفر لان احنا بشرة عشرة خطت عشرة بص المعادلة دي حد فاهم انت الموضوع كله مرتبط انت اخترت انا واحتمال توكل ولا خوف كل ما زودت التوكل يقل الخوف تكون النتيجة ان توترك وقلقك يقل انت عارفين كم من الاتنين دول تسعين درجة تتوقف تسعين في المية تسعين في المية انت متوكل ولا مش متوكل انت متخيلين بناء على ايه انت مزود ايه توكل اه انت مزود التوكل اه يبقى على طول التوتر والقلق يقلو ممكن تعمل حاجة دي ممكن تبدأ تفكر بالطريقة دي كل ما تحط نفسك لا انت مش هتوصل للاحتمالات انت مش هتخلي عقلك يوصل للاحتمالات لان انت كل يوم بتفكر بالتوكل لانك كل ما بتصحى الصبح بتسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلته هو رب العرش العظيم زي الدواء زي البتامينات اللي بتاخدها كل يوم الصبح انت ما تقدرش تنزل من غير الدواء ايه وعا تنزل ايه هي سبع مرات كفاه الله همه في ذلك اليوم الله اما التوكل ده حلو بشكل التوكل مشتق من الوكالة انك تروح تعمل توكيل لحد عارفين لما تزيح همك وتقول يا سلام رحت للمحامي وقبل ان هو يتوكل عني في القضية يا سلام قصده اشتر محامي ده هو من ساعة ما قبل وانا مستجاح جدا رغم ان انا كنت في مصيبة كيف تقبل لغيره ما لا تقبله لا تقبل من المحامي ما لا تقبله من رب العالمين قبلت تعمل التوكيل للمحامي وقلبك مش نطوعك توكل لرب العالمين الناس يبقى قدامها اتنين ده كترة دكتور مفيش حد واقف على عياته بنخاف نعمل العملية عنده وجنبه على طول دكتور الناس وقفة طوابير قصد احنا بنطق فيه ويدخلوا قط العمليات ويقبلوا ان حتتفتح بطنهم ويخرجوا برا الوعي مخدر وهم مطمئنين وبيبتسمون انا اثق فيه دكتور شاطر قوي ده ندفعت فيه الحمد لله انوافق يعمل لي العملية كيف نقبل لغيرهما لنقبله منه ايه ده ازاي كده انت قابل من البشر تقول يا سلام من ساعة ما عملت التوكيل لفلان عشان يخلص لي مشكلة الشركة والورق اللي هو هاقف قلب استريع كيف نقبل لغيرهما لنقبله منه انت ازاي مش متوكل على ربنا اسمع الايات مش بنكلم على غموض القدر ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ما فيش ورق بيتمضي في الأرض وكله بيتمضي فوق وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ليه اتوكل عليه عشان الغيب عنده رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة شوف فاتخذه وكيلة هو اللي بيعرض خدوني وكيل فرق كبير انك تروح للمحامي والدكتور وتقول له أرجوك اقبل توكيلي وأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك رب المشرق والمغرب شوفوا احنا هنا بنصلي الفجر كلنا مع بعضينا بنشوف الليل وازاي بيتحول فجأة المهار وإحنا عادين بنقول أسكار الصباح وبنقول حزبي الله ونعم الوكيل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو شايف العظم والملك فاتخذه وكيلة فرق كبير انك تروح للقوية وتقول أرجوك اقبلني ان أنا أوكلك وان القوية هو اللي يعرض عليك ممكن تقبل ان أنا بقى وكيلة يا رب دا انت رب العالمين والناس مش قبيل والناس مش وعيشة في الخوف اوعى تخاف والله يا العزيق والله يا أولاد والله أنا بوصيكوا في حياتكم اوعى تخاف يوم ما تتوكل اوعى تخاف اليوم اللي تصحى فيه متوكل على الله وتاخد كلمات التوكل وتقولها بلسانك وقلبك قصك بتمضي العقد بلسانك وقلبك اللسان ليقول بسم الله توكلت على الله حزبي الله ونعم الوكيل والقلب بيمضي والله ما تخافش ها الحياختي يا رين خوف ولا توكل لا انا متوكل لا 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 اخترت ومش هدخل عقلي في الاحتمالات انا مخلص بدري وليه اخلي عقلي يوصل لغاية الاحتمالات انا عايش بالتوكل والله يا أولاد انا حياتي هديت كتير يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يكون اقوى الناس من اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكلها لله اقوى وحد في الدنيا قوي ليه انا مش خايف ليه لان انا عقلي على طول اختار التوكل فمش محتاج ان انا اخاف تعرف تعيش كده تعيش كده قص التوكل مينفعش النهاردة وننساه لا 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 يتفسخ العقد التوكل لازم يوم بيوم كل يوم الصبح يعني كل يوم الصبح متوكل على الله تعرف تعمل كده بص بص القصة دي انا مش حقدر اقول اسمها فحقول اسمي تاني قصة واحدة ست وهي اللي حكيها للقصة دي هي من المغرب وهي بتحكيلي بتقولي انا انا كنت متجاوزة واحد قصي جدا 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 وعنيف جدا 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 ولوه سلطة كبيرة جدا وانا عشت في خوف لمدة سبع سنين كل اهل بيقولولي يجب تطلقي وانا خايفة ان انا اطلق يحسن يقزيني هو قدرته ان يقزيني عليك ومركزه يسمح له انه يقزيني وانا خايفة عشت في الخوف سبع سنين لغاية ما حضرت كلام منازل الروح عن التوكل وبدأ يحصل في قلبي قوة غير عادية لما انا متوكلة على الله انا خايفة ليه وتجرقت وخدت الخطوة ان انا اطلقه وقدمت الورق ان انا اطلقه وانا عارف انه لما حيعرف هتكون القزية شديدة تقولي ازاي خدت الخطوة دي بعد سبع سنين خوف التوكل دخل حياتي اليوم اللي تقدم فيه الورق وتعرف ان هي قدمت الورق كان يوم طلوعه معاش وخروجه من الخدمة وان هو ما عادش موجود في المنصب اللي هو موجود فيه الله بتقولي انا بقيت ببكي ببكي بقيت بقول زي الأطفال رب المشرق والمغربي فاتخذه وكيلة وعيد رب المشرق والمغربي فاتخذه وكيلة وابكي تتوكل عليه ويسيبك انت بتقولي تتوكل عليه ويسلمك للخوف ويضيعك الوكيل لا يعمل ضد مصلحة موكله الوكيل لا يؤذي موكله ده في عالم الدنيا فما ذلك رب العالمين وسمى نفسه من أسماءه الحسن الوكيل انت خاف من ايه اجمد والله العظيم ما تخاف استبدل الخوف بتوكل شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعين من غزو الذات الرقاع فواحنا راجعين من غزو الذات الرقاع الصحابة يعني الطريق فيه ميت قبيلة من قطاع طرق ونفسهم يأذو المسلمين والدنيا حر جدا 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 ولازم نستريح والدنيا شمس واليوم طويل طب هنستريح ازاي المكان ما فيهش حتة ضلة من حدش حيارة في نام تحت الشمس فالصحابة متفرقين في مكان واسع كل واحد نايم تحت شجرة والنبي كذلك والنبي نايم تحت شجرة والصحابة بعيد جا واحد من القبائل دي وأمواخد سيف النبي وحط سيف النبي عند رقبة النبي قم يا محمد وأمقيل للنبي كلمة واحدة من يمنعك مني الان؟ ها في اللحظة دي ايه؟ خف ولا توكل قول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا الله من يمنعك مني الان؟ النبي يرد بكلمة واحدة الله تعرفي تقوليها؟ يا ترى رسول الله قلتها ازاي؟ حتى يهتز السيف واسقط من رجل يا جماع الرجل في يده سيف؟ قالها ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان دي يتهز وهو معاه السلاح تخيل حطت واحد حطت مسدد في دماغك وبيقولك مين يقدر يحميك مني دلوقتي؟ تقول له الله يقومه ازاي؟ فوقع السيف من يد الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وأنت من يمنعك مني الان؟ فقال محمد كن خير آخذ يعني أنا أعملت لكش حاجة ما تعملش فيها حاجة قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا قال فلا تعين علي أحد ما تحربش حد معي؟ قال نعم فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم بس الشاهد في القصة من يمنعك مني؟ هتقدر يا جماعة يكون قوة التوكل أن في موقف الصعب الله هتعرف تقول حزبي الله ونهم الوكيل دايما وقت الخوف هل هتقدك تخلي الوكيل قدامك؟ الذي ما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونهم الوكيل فانقلبوا وكأن كل من يقلها من قلبه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه اللي بيحبوه فلا تخافوهم وخافوهم عيش بالتوكل تعيش قوي والله العظيم ما حد يقدر عليك ختام النهاردة إيه؟ ختام النهاردة إن أنا عايزك تاخد قرار في حياتك من النهاردة إن ذكر التوكل تمسك فيه لأنه هو اللي حيثبت الفكرة في دماغك أنا متوكل على الله أنت يا دكتور عمري بتخاف؟ طبعا بخاف بس في الحد الأدنى اللي أستطيع تحمله لأن أنا أول ما بيجي لي مشاعر الخوف ما كثر من التوكل لأني بخاف لأني بشكل بس على طول قوم داخل توكل داخل توكل وحس إن أنا بقوة 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 دي كانت فكرة النهاردة مين عنده حاجة عايز يقول؟ نفكر عنه ما شاء الله كله عنده حاجة يلا يا منا ابتكرت قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال لو أنكم تتبكرون على الله حق توكلوا رزقكم مثلما يرزق الطير اتخذوا خماصا وتروح بطانا أنت عارفة الحديث ده عايز يقولك إيه في الآخر بس بزلوا جهدك لأن الطير بتبزل مجهود رهيب طول النهار لكن لازم ترجع مرضية حضرتك عم تحكي تذكرت قصة الهجرة أو موقف الهجرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر راحوا على غار ثورة فلما طلعوا الغار بكى سيدنا أبو بكر لأنه خاف أم قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهم ولو قدرت طول ما أنت بتتحرك ما ظنك الله معك إذ يقوله لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إحنا مش لوحدينا إحنا معنا ربنا سبحانه وتعالى من كان الله معه فمن علي فمن علي أنا فكرت بالجوائز الربانية حضرتك قلت الأحسان إنهم كمان جوائز ربانية تفكر فيها فالتوكل نفس الشيء يعني نحنا مقتم نتوكل نتفكر ربنا حياسرنا الأمور مجلما نحنا نفكرين بس هو بالعكس بيأدهشنا بصير عجب إذا أعطى أدهش تتيسر الأمور أعظم كثير ما نحنا متخيرين الله يرضى عني كهيا نقول القعدة تاني تعالوا نراجع غموض القدر يضعك بين اختيارين إلى ثالثة لهما إما أن تستسلم لخوفك أو تتوكل على الله طب و لما تتوكل على الله أو تفعل أو تفعل التوكل على الله عارفه لما تعمل له اكتيفيشن يا أخي شغل التوكل على الله فيتلاشى الخوف أو يبقى في الحد الأدنى الذي تستطيع تحكم يلا نكمل مع بعض أنا لسه متخرج من كام شهر فالواحد أول ما بيتخرج بيبقى مخدود أصلا مش فاهم دايما أنت بتبقى عارف إلي جاي عندي السنة الجاية جامعة عندي السنة الجاية تاني سنة جامعة تالت سنة مدرسة أي أن كان بقى فأنت تعرف التراح على فين أنت أقول مرة بقى أنت بتخيش أنت على الله أنت مش عارف حاجة فبجد كنت بقى متوتر جدا بعد كها جيت قريب من التخرج خلاص قلت لأ بقى معلم لازم تكتب خطة لنفسك وتعرف أنت هتعمليه عشان دي حياتك مستقبلك خلاص مفيش هزار كتبت الخطة كلها الحمدلله ولا أي حاجة حصلت وفي الآخر انت عليك أن تعمل اللي عليك تحسن في اللي انت بتفكر فيه اعمل البلان مهمة بس مش هتمشي انت في الآخر اللي حيمشي اللي ربنا عايزه لك اللي هو أحسن من البلان بتاعتك بكتير وانت مش هتعرف دلوقتي انت هتعرف قدام فهم قصدي فاعمل اللي عليك وحسن وخلي عندك توكل ان الفاترة بالزيط اللي هي بعد التخرج واللي دخل عليه ده أنا بكلم اللي فسني كمان انت مش عارف التعالي زي وكلنا لما بنكلم بعض بنبقى خايفين من نفس الحوار اللي هو انت دخل علينا مش عارب بس هو في الآخر انت بتتوكل والتسليم بقى خلاص انت عملت اللي عليك سبها لربنا بقى هو اللي هيحط للك البلان الصح اللي الا أنا ولا انت ولا قيحد ولا باباك ولا مامتك عارفينها هو في الآخر وحيحط لها بحاجة أنت مش عارفها وهي دي الأحسن حاجة ليك فبس عيش بالتوكل يعني احنا ماشيين على طول كل شوية بنقوم عاملين نفس الفقرة ونسأل أسئلة هنا فريق ألف وفريق بي وعملين جايزة وأنا مسؤول عن الجايزة دي إن أنا عامل عزومة أكل حلوة جدا قبل ما نمشي من هنا للفريق اللي حيكسب ووليد معزوم علشان يعني يطمن والعزومة دي للفريق اللي في الآخر نقول هو كسب في المسابقة دي السؤال النهاردة كله لعلاقة بالمسجد الأقصى ونظرا لأن السؤال صعب شوية فأنا حتطلقه اختيارات كويس؟ ففي سؤال هنا وبالزبط 15 ثانية يا وليد ما جاوبوش راحت عليهم وبعدين سؤال هنا وبعدين سؤال هنا يعني هم أربع أسئلة اتنين هنا واثنين هنا وكلهم عن المسجد الأقصى وحب المسجد الأقصى ما لا مش شرط مش شرط يكونوا عالفين مش شرط يكونوا عالفين حنا أخذنا المبادرة أخذ أوكي تمام عندك حق السؤال 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 لا طيب الشغل هنا ما سألتش السؤال 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 للفريق ألف عدد أبواب المسجد الأقصى عشرة ولا خمستاشر ولا عشرين ده سهل جدا خمستاشر ساني ده سهل جدا ده سؤال سهل جدا فاضل أربع ثواني طيام نشروا نص نعم الإجابة غلط لا لا الإجابة غلط أده اللي خليته يقول هو واحدة خمستاشر أبدا عشر يا دكتور عشر يا دكتور عدد أبواب المسجد الأقصى خمستاشر خلاص 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 السؤال هنا مساحة المسجد الأقصى سهل جدا داخل محيط المسجد الأقصى سهل جدا عشرين ألف متر مربع تقريبا ما شو ولا مئة ألف متر مربع تقريباً أو الإجابة إلى 150 ألف متر مربع تقريباً يعني إيه تقريباً؟ يعني أقرب لده أو أقرب لده؟ أقرب لـمية الإجابة غلط 144 ألف متر مربع يعني أقرب لـمية عشان بعد كدى ثانية نعدى ثانية نعدى عليّي، أنا قلت لك ايه؟ انا قلت ايه? انا قلت ايه? انا قلت ايه? انا هاسب. والله يكن فترة. هم هنا قالوا تنشر ونصوا استزرافة ينزل منهم درجة ودول صفو. جيبوا اربعة. اربعة عشان تاني مرة ايجابة ايجابة. وصلنا للفقرة الاخيرة وآآ قبل ما ندخل ازاي تنجح النهاردة انا عايز اقول ان في الاخر احنا بنقدم الاحسان هنا بصوة في الاخر مشروعة يعني ايه مشروعة؟ يعني احنا عايزين الهدف الكبير المساهمة في احياء الاحسان بين المسلمين ان يتحول الاحسان الى ثقافة شعبية لدى المسلمين فعشان كده بقى الموضوع في شكل منهج وإيه هو المنهج؟ تعالوا افكركوا تاني ووريكوا الصورة دي. الصورة دي بتقول ان عندنا ذكر وعندنا منازل روح سبعة التقوى اليقين التوكل التسليم الرضا العبودية محبة الله دول الجانب الروحي تبدأ تعيش بيهم يتحولوا الى اخلاق ويتحولوا الى نجاح في الحياة وخدنا الكلام ده وحولنا المناهج تعليميا وبيتدرس دلوقتي في مدارس اعدادي وسنوي في مصر وفي مدارس في مصر وفي مدارس في انجلترا وفي مدارس في امريكا ويتدرس انلاين للي عايز هيبدأ قريبا ان شاء الله وبعدين بقى للايتام وبعدين بقى زاوي الاحتراجات الخاصة وبعدين بقى زاوي لأطفال الشوارع حولنا ده المنهج وكمان شغالين في الميديا بنفس الطريقة في أبليكيشنز كتيرة ومنصات كتيرة بحكي الكلام ده ليه اي حد عايز يكون جزء من مشروع الاحسان ابعت لنا على احسان live.com املى الابليكيشن وشارك معانا في مشروع الاحسان احنا النهاردة فين؟ احنا النهاردة خلصنا منزلة الطقوة ومنزلة اليقين والنهاردة بنبتدي الحلقة التامنة مع منزلة التوكل اول حلقة في منزلة التوكل منزلة التوكل بس كمان قبل بندخل في منزلة التوكل النهاردة الليل التسعة رمضان شدوا الهمة يا جماعة يلا اقبال على الله يلا انا عايز اقرب كمان خد كمان عايز اعبد كمان هيخلص رمضان اياما معدودات اوعي روح منك رمضان السنة دي كانزلت التوكل وسؤال النهاردة في ازاي تنجح سؤال ده مخفيف جدا ازاي تنجح تكون مغامر بحكمة وتوازن خليني اشرح لكم اول ان وليه اكون مغامر اصلا اول ناس اللي بتنجح لازم عندها حتة مغامرة بس يعني زي ما بيقولوا كده عنده شوية حكمة يغامر قدي ايه مش يروح يقبط في الحيط وبعدين يقول مش انت قلت غامر بس شرط ان انت لازم يكون عندك مش خايف على طول مش واقف كده على طول وما بتتحركش ومش عايز تخرج من المنطقة الدافية بتاعتك بتاعتك انا جاهز اخرج وجاهز اطلع بس الحكمة وزكاة ازاي بقى تعمل ديه حد عنده وصفة حد عنده حاجات ايه عبد الحميد في حكمة دكتور تيجول لا تضع البيت كله في سلة واحد لا تضع البيت ما تروحش تغامر بكل فلوسك ايه كمان بس انت ابتدت بالحاجات اللي تحمي احنا الاول عايزين نقول غامر اصلا صدل ما يخليش الواحد ان تحقيق النجاح هو الهدف بس تحقيق التجربة اكتر مش دايما الهدف انك لازم تنجح انما الهدف انك تمر بالتجربة فكرة جميلة فكرة جميلة لانك هتبني عليها جميلة ايه كمان متفضلية منك طب لا اي حاجة كبيرة هتهم بيها تعمل حاجة تعمل ريسك أساسمنت وتتأكد ان العائد اللي جايلك هو فعلا يستحق المجهود المبزول اعمل حزبة للمكاسب والخسائر ويا سلام لو شور تحدي فيه اهي دي تحصين بس خد خطوة اعمل حزبة للمكاسب والخسائر ايوة تفضل يا هيامر تعمل بديل يعني دايما يكون في خطة بديلة لو ما مش حال هاي دي يكون في شيء دايما عندك خطة بديلة جميلة او في خطة أساسية يعني دي بتحاول انت ايوة اه حلاصة اهي تفضل يا وليد اه ما تبقاش اه يعني هي اه طبعا تبقى حاسبها كويس بس مع الورقة والقلم تبقى فيه كده جزء كبير جدا اسمه الثقة في الله ماهو يا جماعة احنا في حلقة التوكل صح يعني وانت بتحسب قص الناس ساعات اللي بيعودوا يحسبوا كتير دول ما بيتحركوش خطوة بتحسب وكل اللي احنا قلناه هنعمله بس لازم نحط بخط كبير الثقة بالله والتوكل على الله تفضل يا ايه؟ اه صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة استخير قبل ما تاخد الخطوة واتغامر احكيلكم احكيلكم انا عايز اقولكو حاجة حلو قبل حاجة انا مريت بيها انا اول ما ابتديت اه ابتديت في نادي الصيد وابتديت صدفة لان انا اه بقرة كتير وموجود في النادي وا 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 انا ايه اللي خلاني اطلع? قلت ابدأ انا كنت بتراش. لا وانا ماسك الميكروفون ايه دي بتتراش? وكنت عرقان جدا انا مش عارف ابلع ليه. انا ليه خدت الخطوة? علشان الموضوع محتاجت اخد خطوة. مش هيفضل تفضل واقف كده على طول. وحيحصل ايه لو احرجوني? خسرت ايه? خسرت تجربة زي ما ذكرية. بالعكس استفدت حاجنت. علم. طيب ايه حبيبة. اقول بس لازم الدعاء المستمر. يعني اسم الله المجيب. يعني ده وهذا غامر بحاجة. ادعي بان انت بتوصله كل خطو. الدعاء اننا ربنا يكريمك. طيب احنا ورد الذكر بتاعنا عمارة عن من سبعمية الالف تسبيح. الاول نطلع لكم نقط اللي تقالت اما نقط جميلة بشكل. ممكن تخطوها قدامكم وممكن نعلمها لولادنا والشباب ممكن يعني تصور دي وتحتفظ بيها لانها ممكن تكون وصفة جميلة في الحياة. توكل على الله واربند واستشير علشان ما تخضطش بالحيد. فاضل فاضل الذكر والذكر اكيد النهاردة هيكون بكلمة التوكل على الله. يا جماعة الذكر بيعمل ايه؟ الذكر بيسبت في عقلك الباطن الفكرة فتبقى مستقرة جواك ومليانة جواك. تصرفاتنا في الحياة علميا. هي نتاج اللي مستقر في عقلك الباطن. انت مغزي في عقلك الباطن ايه? حتبصت لقيت اتصرف طبيعي بيها. حط في عقلك الباطن التوكل. ازاي بكثرة الذكر بالتوكل؟ يلا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. قولوا معي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا وكيل توكلنا عليك. 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 في قربنا منك حبيت كل الناس حواليا. حبيت ايامي ايوانا بتطمن بيك الله الله يا حبيبي يا الله بحكمتك راضي يا الله برتاح برتاح في كلام معك برتاح برتاحين أحلى من قربك مكانت راح